السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهاردة اقدم لك برنامج مجاني لوجه الله الكريم بالكامل. طبعا اسيب لك اه تحت في ملف العمل بالكامل ان شاء الله. هنكتب اه هنا هنا ممضوح. تمام? وهقول له مثلا هنا اول ما اكتب ممضوح بيبدأ يظهر عندي الصورة بتاع المستخدم. اقول له واحد اتنين تلاتة اربعة. اقول له دخول. هنا بقول لك يرجع ادخال اسم المستخدم وكالمة المرور بصورة صحيحة. لا انا اقول له هنا. هنا اقول له واحد اتنين تلاتة. وهبدأ اقول له الدخول. طبعا هيخش على على البرنامج بتاعي. وهنا كمان عندي كمان هنا مديني الوقت اللي انا داخل في. اقول له الدخول. اه بيبدأ يديني ايه? هنا الشاشة رئيسية. ابدأ اشتغل عليه. الشاشة رئيسية هوت. ابدأ اشتغل عليها في النموذج بتاعي. خلاص. هنا اه مجرد ان انا بقف على اي بيان من البيانات ديت. او البيانات ديت. طبعا بيبدأ يديني ايه? بيقف ويغير لي اللون ويغير لي الخط كمان ويعمل لي ايه? رامز ايه? هنا طبعا الفرجن بتاعه او النسخة طبعا تصميم ممضوع جنينة. وده رقم التليفون. انا انا داخل الساعة 11 صباحا تمام? 43 دقيقة. ويوم الاربع. وكمان عندي تاريخ اه اه تاريخ هنا. تاريخ هوت. بيبدأ ديوني هنا التاريخ بتاعي هوت. وهنا كمان عندي الوقت فوق هوت. ده ساعة ديجيتال. ودي ساعة الدخول. تمام? وهنا اسم المبرمج. اه طبعا هنشرح البيانات. او عندي كمان اول ما بدخل بيبدأ يديني تاريخ الهوية بتاعتي. اللي انا شغال معها. اللي انا شغال معها. بيبدأ يديني هنا ايه? ستة تمام? لو انا دغطت هنا كده. هلاقيهم ستة واقدر اعرض التقرير اقدر اعرض التقرير وايه كمان ممكن اطبعه او ممكن اعمله بدافع خلاص كمان عندي مش مجرد بس كده انا هعمل اغلاق النموذج تمام وهبدأ ادخل الجنسيات اول ما بدخل بدخل الجنسيات الجنسية اللي عندك جنسيات ايه مصري سعودي فلسطيني اماراتي ممكن اقوله هنا هندي تمام ويه ممكن اقوله اسيف اهوت او ممكن اجعل اي واحد فيهم واعمله اي اه حزف من هنا حزف السجل او اعمل اغلاق للسجل بتاعي تمام وكمان هقوله تسجيل المؤهلات هنا مؤهل مسلا اه لسانس لسانس علوم تمام واقدر اسيف ويسايف لي اه نموذج بتاعي كمان هنا اه بقوله تعالي هنا في اه هنا للمؤهلات هنا الاقسام وببدأ اقول له مثلا هنا قسم قسم العاملين. العاملين بال بالنظام. اي بيانات عندك اي قسمة تقدر تحطه. قسم المحاسبة المالية مثلا. هتقول له مسكن المحاسبة المالية. تمام? واقول له سيب. وابدأ احفظ السجيل بتاعي بكل السهولة. هنا تسجيل الوظائف. هنا وظيفة بقى الوظائف بتاع اللي موجود معي. عامل اي ممكن اقول له ايه? عامل اه عامل مسلا جديد. بالنظام الاجل. اي 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 وظيفة. حفظ تمام? اقول له اغلاق. وهنا بدأ عندي هوت خلاص بدأت كده دخلت البيانات الاساسية. يبقى انت دخل الجنسيات والمواهلات والاقسام والوظيفة بتاعتك اللي موجودة معنا. هنا كما اقول له تعالى اعمل لي تسجيل الموظفين. اه. وده المهم عندي في البيانات بتاعتك كلها. مجرد ان انا بقول له سجيل جديد. بيبدأ يفتح لي السجيل الجديد زي ما انت شايف كده. تمام? هنا بديني تركمة لقائي. وهنا هبدأ اكتب الاسم الموظف. اقول له موظف اهات. اقول له اي موظف. موظف. جديد. اه. رقم. خمستاشر. اي اسم. واقول له تاريخ الميلاد. اكتب له اي تاريخ ميلاد. اي تاريخ ميلاد معي. مش موجود. هنا العمر مسلا. هنا اقول له مسلا هنا الفين. تمام? مجرد اقول له اينا اقول له خمسة وعشرين سنة. تمام? واجه اقول له الديانة اخترق من هنا. اقول له مسلم. وهنا الحل الاجتماعية خاطب مسلا. واقول له المؤهل. المؤهلات بتاعت اللي انا حبطتها. حاسبات ومعلومات مسلا. او له تاريخ التعيين. اقول له مسلا تاريخ التعيين بتاعي. بيبدأ يشتغل معي مسلا من يوم واحد ده. رقم التليفون زيرو اه تسعتاشر. ممكن اقول له الجنسية هنا مسلا اه هنا جديد. اقول له هندي. تمام? رقم الهوية اكتر اي رقم هوية. تاريخ انتهاء الهوية. ده تاريخ انتهاء الهوية. ممكن اقول له مسلا عندي يوم تلاتين. تلاتين اه تلاتين عشرة. خلاص. خلي بالك. احنا عندنا اينا ايه? تاريخ انتهاء الهوية مثلا او المحاسبة المالية. اقول له تعالي لي من هنا اسم الوظيفة وقسم السكرتارية او عامل بنظام الاجل. تمام? ممكن اقول له الف وتمنمية وخمسين. وهنا اه مية وعشرين. وبدل الساكن مثلا ايه? متين وتلاتين. وابدأ اقول له عنوان. عنوان. واكتب العنوان بتاعي بالكامل. وهنا اقول له الجيميل. اه جيميل. واكتب الجيميل بتاعه. وهنا بيبدأ يديني صورة للموظف ومرفقات للموظف. الصورة انا ممكن ادخلها عادي جدًا. اقول له الموظف تعالى الموظفين او العملاء. اي موظف او اي عميل. مثلا احط له مثلا اي صورة من الصور دي كده. اقول اوكي تمام اوكي. هنا يعيد لنا صورة الموظف. تمام. من هنا اقول له المرفقات تعالى واقول له اد وحات المرفقات بتاعته مسلا اه هنا المرفقات ممكن ادي له اي مرفقات اه ادى واحد مسلا ادي له مرفقات ادى ده اقول له اوكي تمام? اقول له اوكي. بعد اظهر عندي اضيف تاني. ممكن اقول له ايه? تعالي. حط لي مسلا اه الكرنين. تمام? ما فيش مشكلة اقول له اوكي. تمام? وافدأ افتح كمان اهو. اقول له ايه عندي مسلا اضيف اي بيانات. انا محتاجها في النموذج بتاعي. مجرد ان انا بضيفها بتنضف معايا بكل سهولة في النموذج بتاعه اوكي. تمام? واقدر اعرض البيانات بتاعتي اللي انا اشغال بها. وقول له حافز. مجرد ان اقول له حافز حافز لي البيانات بتاعتي. طب ممكن اعمل عرض الموظف. عرض الموظف. نعرض الموظف بتاعنا عادي جدا ونقدر نشتغل عليه. ما فيش اي مشكلة اللي احنا شغالين بها. تمام? اه انا مش عاوز اعرضه خلاص مش مشكلة. براحتك انت زواء ان انت عاوزت اتعرض الموظف او ما اغلاق اغلاق للنموذج. تمام? اه تسجيل اجازات الموظف. اه تعال يا بقى. هنا في نمو. خلي بالك قبل ما اعمل كده. هنا الستة هو تمام? لو انا عملت كده. اه بدأ يديني تاريخ الامتاع الهوية. سبعة. خلاص اوتوماتيك او لما تخش على البرنامج من الاول او ممكن تعمل تبدأ يشتغلك ويبدأ يدي لك ايه تاريخ الامتاع الهوية عندي او هنا سبعة بالزبط. هنا تسجيل الاجازات. وانا بسجل اجازات بتاعتي تمام? بابدأ اشتغل. اقول له مسلا جديد. سجل جديد. بيبدأ يديني بياناتي اهو. مجرد اقول له التاريخ. مسلا التاريخ النهاردة مسلا. واجه اقول له آآ هو بديني رقم اجازة اوتوماتيك. نوع الاجازة مسلا سنوية. هنا بقول له مسلا اول ما بكتب اسم الموظف. خلي بالك اهو موظف جديد اه. اه بدأ يجيب لي اهه. القسم بتاعه والاسم الوظيفة ورقم التليفون واديني البيانات السية بتاعته واديني كمان الصورة وبتاعة الموزة. تعالي هنا ابدأ اقول له هنا في النموذج بتاعي تعالي اقول له هنا اديني من يوم مسلا تاريخ الاجازة من هنا من يوم اتنين وعشرين لغاية مسلا يوم عند تمانية وعشرين تمام? ابدأ اشوف كده اول ما باطلح كده على طول في اي مكان بيبدأ اديني عدد ايام الاجازات اي ستة ولو انا عملت حفز هيبدأ يسايفولي ويطلعولي اخر واحد يعني او واحد فوق هنا مش ان تحت هقول له مسلا حفز بيبدأ احفاظ دي اه بدأ يديني هو تموظف رقم اي خمستاشر واجازة سنوية والبيانات بتاعته اللي موجودة معنا. عاوز تعمل عرض الطباعة او الطباعة اهو قدامك اللي انت عاوز تعمله التقرير بتاعك واحد تقدر تشتغل عليه بكل سورة. تمام? انا عملت تقرير بتاعي. واشتغلت عليه وطلعت البيناء بتاعتي اللي انا محتاجه بكل سورة. تمام؟ اه مجرد ان انا اعمل سجل تاني. مسلا اقول له سجل جديد. واجه اقول له التاريخ. مسلا التاريخ مثلا النهاردة واقول له نوع الاجازة نجأة مرضية. واجه اقول له اسم الموظف. موظف مسلا خلود مسلا. واجه اقول له تعالي بداية الاجازة. يعني انا ممكن اسجيلها النهاردة. وهي كانت امبارح من امبارح مسلا ياخد الاجازة من امبارح وانا مسجلتش امبارح بابدأ اتسجل اقول له من يوم تلاتة وعشرين اقول له التاريخ هنا مسلا يوم ايه ستة وعشرين اجا اشوف هيبدأ اديني ايه التلاتة ايام اللي موجودين معي اقول له حفز بيبدأ يحفظ لي الايه النموذج وممكن تطبع وتعمل لي طباعة او تعمل اي عرض الاجازة تعرضها بكل سهولة ما فيش مشكلة تمام بعمل اغلاق لو عاوز تحسف لأي بيانات تهزفها مفيش مشكلة في البيانات بتاعتي وهنا بيديني الاجازات وهنا لست بالاجازات الاخر حاجة اللي اشتغلنا عليها ان كانت سنوية او اجازات مرادية باجا اقول له تعالي واقمل اغلاق للنموذج اه هنا عملت خلاص سجلت الاجازات باجا على استعلمات الموظفين اه باجا استعلم هنا الموظفين هنا تسجيل اجازات الموظفين اهوت والاغلاق وهنا استعلام بيانات الموظفين واستعلم اجازات الموظفين هنا استعلم الاجازات اه ببدأ اشتغل عليه اقول له تعالي هنا اه بحس هنا اقول له بحس ما بين تاريخين انا هنا بقدر احدد له مثلا بحس ما بين تاريخين اقول له بحس ما بين تاريخين اه بيبدأ يديني جميع البيانات الاجازات اللي خادها اي موظف خلال جميع الموظفين خلال الفترة اللي انا اشتغلت عليه من اتنين وعشرين عشر الفين اتنين وعشرين لغاية اه اتنين وعشرين عشرة الفين خمسة عشرين. طب لو انا بحثت رقم موظف رقم تسعة اه بدأ ياليني رقم تسعة ده. و بدأ ياليني عدد صانا التلاتة و التما peligى الاجازات اه اعدد الايام الاجازات كام عشرة تمام? وهنا ممكن اقول له تعالي لي بحث لي باسم الموظف اه ببدأ ياليا بحث لي باسم موظف لو انا عاوز اسم الموظف تمام? وفعم disparاد بحثي باسم الموظف يا ديني بيانات. طب بينواع الااجازة مسلا اقول له مراضية مجرد ان انا اقول له مراضية تمام يبدأ اديني اجازة مراضية اجازة عرضة اجازة اا 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 سنوية عملت سنوية برضو تمام هيبدأ اجيب للسنوية لجميع الايه لجميع الموظفين اللي خادوا اجازات سنوية وعدد الاجازات بتاعتهم وهنا موزع لي الاجازات بتاعتهم حسب ايه حسب البنات حبيت عن واحد بس مش مشكلة بحس برقم الاجازة مسلا رقم آآ مسلا تمانية. تمام? آآ آآ اه اه بطمانتاشر تمام? ممكن اقول له رقم خمستاشر. هنا اقول لي ايه? ده كان خالد محمود واجازة عرضة. ومن يوم خمستاشر عشر العشرين عشر خمسة ايام اجازة في النموذج بتاعي. ممكن اعمل اغلاق. ما فيش اي مشكلة. هنا استعلام الاجازات. تمام? استعلام الاجازات بقى. وده الحاجات من البيانات المهمة آآ اللي انا لازم اشتغل عليها ولازم اطلعها في البرنامج بتاعك. استلامي الاجازات هنا بيديني نوع الاجازات اللي انا شغال عليهم. يعني انا نبحث برقم الموظف. ممكن ابحث برقم الموظف تمام. رقم الموظف هيبدأ يديني اه هنا اجمالي الموظف خنان ده. تمام? كان رقم التليفون بتاعه. وهنا قسم الحسابات. وهنا عندي اجمل الاجازات السنوية خمسة. واجمل عرضة اتنين. واجمال المرضية تلاتة. وهنا يبقى اجمالي اجازات الموظف بكامل. حبيت ابحث باي اي اسم هيبدأ يديني اي اسم هبدأ اشتغل عليه ويفلطر لي البيانات بتاعتي اللي موجودة معي اهو. تمام? يبدأ يفلطر لي على البيانات. طيب لو انا حبيت ابحث بالقسم قسم شؤون العاملين مسلا. اه هقول لك قسم شؤون العاملين ده عندك احمد وعندك وائل وخالد وهيام. دول في قسم ايه? شؤون العاملين. ده اخد اتنين وده اخد اربعة في السنوية وده اخد ستة وخد تسعة وده اخد اه اه اجازات ممكن تفلطر حسب القسم بتاعك اللي انت شغال به او بالوظيفة اللي انت ممكن تشتغل. المحاسبين. هنا المحاسبين طيب تعالى المحاسبين عندي المحاسب احمد والمحاسب وائل. تمام? هنا ده اخد اتنين وده اخد اربعة وده اخد خمسة وده اخد تلاتة. يبقى اجمالي بتاعه. وده اخد مرضية اربعة يبقى ده احداشر وده اخد سبعة. وهنا فلتر اه جاهز اهوت قدامك بيدي لك البيانات بتاعتك. لو بحس برقم التليفون اي رقم تليفون حتى لو انت مش عارف اسم الموظف وابقى معك رقم تليفونه. ممكن تبحس برقم التليفون ويدي لك ايه البيانات بتاعتك بالكامل ومن هنا هيدي لك نموذج جاهز لاستلامات بالكامل في النموذج. هنا هنا طبعا اه استلام اجازات الموظفين ده طبعا اهو تمام. ده ده تسجيل اجازات الموظفين تمام? وهنا اهء استعمال بيانات الموظفين. تمام? استعلامات بيانات الموظفين اللي انا هبدأ اشتغل عليهم. بيانات الموظفين. وهنا استعلام اجازات الموظفين. اللي هنا موجودة معايا. وهنا كمان اجمالي لاجازات. اجمال اجازات طبعا استعلام اجازات اللي موجود معايا اللي انا شغال به. وهنا استعلام انتهاء الهوية. تمام? ده هنا بيدي لك استعلامات الهوية. لو انا قلت له القسم شؤون العاملين. هقول لك عندك تلاتة افة قسم الشؤون الأعمالين. طب لو قلت المحاسبة加入 ثم عرض طب و ممكن اعمل اتباعه طبعة التقرير في النموذج بتاعيان بعد تقريب بتاعي اللي انا عاوزه ولو مفيش عندك اه اه طبعة ممكن يصدرها لك بدي اف طبعا لو انا مسحت كده هيبدأ يجيبلي البيانات بتاعت كلها وهنا اه عندنا يعني تنصيق شرطي انا عندي قبل تاريخي اليوم بنديني كام اه ستة وعشرين اتنين وهنا تسعتاشر عشر وهنا كام تسعتاشر عشر وهنا كام تمنتاشر حداشر وهنا كام واحد تلاتين عشر اه طب اللي بيساوي نفس اليوم اللي هو باللون الازرق طب اللي هو خلال تلاتين يوم اللي هو خلال تلاتين يوم اللي هو باللون ايه اللي هو ده تمام طب لو انا مسلا كتبت ده بتاريخ اليوم مسلا النهاردة مسلا قلت له مسلا خليلي ده النهاردة مسلا اتنين وعشرين اعمل مسلا اقول له اتنين وعشرين اتنين وعشرين وعشر اتنين وعشرين وعشر اتنين وعشرين وعشر شوف كده اه بدأ يغير اللون بتاعه اه بدأ يتغير اللون بتاعه. ده لونا قلتنا برضه خدلي ده نفس النظام. كنترول سي وحطه لي هنا كده. تمام? اه بدأ يغيره لي اه باللون بتاعي. انا عندي اه عامل هنا تنسيق شرطي يبدأ يدخلي البيانات بتاعتي. البيانات بتاعتي. وعندي اهوة اه قائم اعرف منها اللي هو اه يساوي اه يساوي قبل تاريخ اليوم اللي هو اللون الاحمر ده. ده اللي عدى معاده وده يساوي نفس التاريخ انه هو تاريخ اليوم. وده اللي لخلال تلاتين يوم المفروض اللي هو خلال تلاتين يوم يكون ايه عندي اه متسدد او ايه يتعمله اه اه تاريخ الهوية يعني تجدد الهوية بتاعته او البصبور بتاعه او لو عندك اه التاريخ الصلاحية ايا كان بقى تقدر تشتغل بهم بكل سهولة. تمام? اعمل اغلاق بعمل اغلاق للنموذج بتاعي. خلاص انا قدرت اشتغل على البرنامج. البرنامج اه سهل وبسيط جدا عندك شاشات رئيسية احترافية تبدأ تشتغل بها في النموذج بتاعي. لو انا احبيت اعرف اه تاريخ الهوية للسبعة دول مين للسبعة اه ابدأ اعمله كده. اقول له كمان عرض التقرير يبدأ يجيب لي السبعة اللي هما موجودين اهد واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. طب لو انا غيرت غيرت في اي واحد من دول اي واحد من دول مسلا خليته مسلا اللي اقدر ده خليته مسلا ستة وعشرين اهو ستة وعشرين ده هيبقى مسلا حداشر اهو ستة وعشرين ده اللون الازرق مسلا اقول له مسلا ايه حداشر الفين ستة وعشرين خلق شوف لو انا عملت اه هيبقى يقول لك عندك ستة تاني وعمل اغلاق كده لو انا عملت هنا برضو هنا كده ها يبقى يديني انتاريخ الهوية ستة في النموذج بتاعي. برنامج سهل وبسيط واه اه احترافي تبدأ تشتغل به تدخل بيناتك وتقدر تشتغل عليه أسيب لك الملف تحت في الـ description اقدر اتعرف عليه وما تنسوش الدعاء والاشتراك في القناة ودعم القناة ان شاء الله ولو محتاج أي حاجة ممكن نزوده له ان شاء الله هنبدأ نزوده له في البرنامج بتاعنا طبعا لو مش متابعني تابعني على قناة ممضوع جنينة على اليوتيوب وقناة اتعلم مع ممضوع جنينة برضو على اليوتيوب شكرا لحضراتك ترجمة نانسي قنقر